موسيقى جمهورنا الرياضية اينما كنتم اهلا بكم في النشط الرياضية لنهار اليوم والبداية بالعناوين المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما يسافر غدا لمصر لخوض دورة شمال افريقيا المؤهلة لكأس افريقيا اشبال بوغر يواجهون المنتخب السوري وديا شهر نوفمبر المقبل رامي بن سبعيني في التشكيلة المثالية بعد تألقه امام كولين عطال يعاني في اوتار ركب الرقبة وبدران يغيب عن الملاعب لمدة ستة اسابيع ويضيع تربص نوفمبر نادي اجاكسيو الفرنسي مهتم بخدمات بليلي ترسيم استقالة عمر رابح من مجلس ادارة شركة النادي الرياضي القسنطيني وتعيين قراري خليفة له شريف حجار يشرع في عمله على رأس العائد الفنية لموردية البيض بعثة السياربي وسستارا يعودان لأرض الوطن وادارة السياربي تستدعي اللاعبين بوشار وكبداد باولو ديبالا يتعرض لاصابة خطيرة قد تبعده عن مونديالي قطر اهلا بكم مجددا والمستهل باخبار منتخباتنا الوطنية حيث يطير غدا منتخب اقل من عشرين سنة بقيادة المدرب محمد لاسات للاراضي المصرية وهذا لخوض دورة شمال افريقيا المؤهلة لكأس افريقيا لهذه الفئة وسيواجه اشبال لاسات كل من منتخب تونس والمغرب اضافة لمنتخب ليبيا وحسب قوانين اللعبة فان متصدر كل مجموعة سيضمن مقعدا بكأس افريقيا لهذه الفئة ومن جهة اخرى واستكمالا لتحضيرات كأس امم افريقيا للمحليين 2023 المزمع تنظيمها على ارض الوطن حيث برمجت مباراة ودية تواجه فيها كتيبة المدرب مجيد بوغرة المنتخب السوري شهر نوفمبر بالشارقة الجدير بالذكر ان مجموعة الخضر للمحليين اصفرت عن مواجهة كل من منتخب المزمبيق اثيوبيا وليبيا في ورقة محترفين تواجد لاعب المنتخب الوطني ونادي بروسيا منشغلتباخ الالماني رامي بن سبعيني في تشكيلة المثالية للجولة التاسعة من البونسليغا ويأتي هذا بعد المستوى القوي الذي قدمه اللاعب امام نادي كولن وتمكنه من تسجيل هدفين والفوز بخماسية لهدفين ليرفع اللاعب حصيلة من الثنائيات لثلاثة في مشواره الرياضي رغم انه مدافع من جهة اخرى كشف مدرب نادي نيسل فرنسي لوسيان فابر عن طبيعة الاصابة التي تعرض لها لاعب الخضر يوسف عطال خلال مباراة امس امام نادي التروى لحساب الجولة العاشرة من اللقاء ما ادى لتغييره في الدقيقة الحادية والاربعين من عمر المباراة وقال مدرب النادي في هذا الخصوص بالنسبة لعطال انها اوتر الرقبة وهذا ما رأيته في غرفة تغيير الملابس انها اوتر الرقبة مرة اخرى لكنه خرج على الفور تفاديا لتفاقم ما يعاني منه واضاف قائلا لقد تعرض لنفس الامر منذ ثلاثة اسابيع الى شهر اتمنى ان لا تدوم طويلا هذه المرة لانه مهم بالنسبة لنا من جهة اخرى وفي الدور السعودي كشف تقرير سعودي اليوم عن المدة التي سيغيب فيها مدافع الخضر ونادي ضمك السعودي عبدالقادر بدران بعدما انكشفت الفقوصات الطبية تعرضه لتمزق في وطر الرقبة كما اضاف التقرير بان اللاعب سيغيب عن اجواء المباريات لمدة ستة اسابيع حيث سيخوض لجلسات علاج تحت اشراف التقم الطبي للنادي للاشارة فان اللاعب عبدالقادر بدران كان قد تعرض للاصابة خلال المباراة التي اجراها رفقة المنتخب الوطني امام منتخب غينيا شهر سمتمبر الماضي ما الزمه الرحيل عن المعسكر التحضيري وعدم لعب المبارتين الماضيتين رفقة ناديه وبهذا سيضيع بدران تربص المنتخب الوطني المزمعي اجراؤه شهر نوفمبر القادم في شأن اخر كشف اليوم موقع لغازيتا دوفيناك عن اهتمام نادي اجاكسيو الناشط في الدرجة الاولى الفرنسية بخدمة اللاعب يوسف بليلي واضف دات المصدر ان الناخب الوطني الاسبق جون ميشيل كافالي ورأى اقتراح لاعب الخضر بليلي على ادارة الفريق الفرنسي خاصة وان ابنه يوهان ينشط في منصب المدير الرياضي بنادي اجاكسيو وقد يوقع لبليلي لغاية نهاية الموسم الحالي محليا وفي اخبار النادي الرياضي القاسنطيني فقد تم قبل قليل خلال اجتماع عاجل لمجلس ادارة شركة الخضورة وخلاله تم ترسيم استقالة عمر رابح من رئاسة المجلس وتعيين المدير العام السابق جوراري خليفة له يحدث ذلك في الوقت الذي ستدرس فيها اليوم لجنة الانضباط التابعة للرابط الوطنية لكرة القدم الطعن الذي تقدمت به ادارة العميد من اجل تقليص العقوبة المسلطة على الفريق بحرمانه من جمهوره لاربع مباريات منها اثنين مع وقف التنفيذ دائما مع الخضورة فقد قرر مدرب الفريق هيردين مضوي تقليص راحة لاعبه من ثلاثة ايام الى يوم واحد بعد الخسارة في الجولة الماضية امام مولودية العاصمة حيث استأنفى اشباله هذه الامسية التحذيرات بغية منه لتصحيح النقائص والاخطاء التي تسببت بالهزيمة الاولى التي تلقتها الكتيبة الخضراء داخل الديار امام الضيف مولودية العاصمة وشهدت مجموعة النادي الرياضي القاسنطيني عودة اللاعب خالدي لاجواء التدريبات واندماجه وسط المجموعة بعد تعافيه التام من الاصابة من جهات اخرى سيضيع اللاعب شكال لقاء بسكرة بسبب سفريته لمصر مع المنتخب الوطني لفئة اقل من عشرين عاما كما قرر مدرب السياسي برمجة مباراة ودية بعد تأجيل المقابلة امام شبيبت الصورة التي كانت مقررة نهاية الاسبوع وذلك بسبب ارتباط نصور الصحراء بلقاء الاياب من كأس الكونفدرالية السبتة المقبل في شأن اخر شرع المدرب شريف حجار في عمله على رأس العادة الفنية لفريق مولودية البيض بعد ترسيم عقده من قبل ادارة الفريق وخلال الندوة الصحفية التي اجرها عقب توقيع العقد صرح حجار ان تعاقده مع المولودية بمثابة تحدي قوي رفقة تاقمه الفني لاستكمال المسيرة والعمل على ضمان البقاء كهدف اساسي وتشريف الفريق ببطولة المحترف الاول وتحقيق طموحاته مشيرا الى ان نجح حال الفريق وتحقيق النتائج الايجابية مرتبط بتعاون الكل من ادارة تاقم تقني ولاعبين وكذا الجمهور وقد اتنا المدرب الجديد شريف حجار على مستوى بعض اللاعبين قائلا ان الفريق في المستوى المطلوب ومرتبته مريحة لحد الان بالنظر الى نتائجه وما حققه من حصيلة حيث يحتل المركز السادس بجدول ترتيب برصيد عشر نقاط رئيس نادي مولودية البيض عبدالقادر دحماني ومن جهته اكد دعمه والتزام الادارة لتقديم كل الامكانيات المتاحة لمساعدة المدرب الجديد ومساعده لنجاح الفريق وتحقيق نتائج مشرفة وضمان البقاء بالقسم الاول خلال هذا الموسم في موضوع اخر عادت اليوم الى ارض الوطن بعثة شباب بالوزداد واتحاد العاصمة بعد مباريات امسية البارحة من منافستين دور الابطال وكأس الكاف تواليا حيث حقق اتحاد العاصمة فوزا ثمينا على المضيف السكارة بنتيجة هدفين دون رد ليضع قدما في دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية اما ابناء العقبة فقد تجرعوا الخسارة امام نادي جوليبا المالي بنتيجة هدفين لهدف في اطار دهب الدور الثاني من رابطة ابطال افريقيا ونبقى مع شباب بالوزداد حيث استدعت ادارة الفريق كل من اللاعب صفيان بوشار وشعيب كداد لاستفسارهما عن سبب الخروج بالبطاقة الحمراء من مباراة الماضية وفي حال لم تجد الادارة سببا مقنعا لذلك فانها لن تتوانى في معاقبة الثناء رغم وزنهما الكبير في التشكيلة ليكون عبرة لباقي لاعبي ابناء العقيبة في الورقة الدولية تعرض لاعب المنتخب الارجنتيني باولو دي بالام ومهاجم روما الايطالي لاصابة عضلية خطيرة مساء امس خلال مباراة الفريق بالدور الايطالي امام ليتشي وقال المدرب جوزي مورينيو ان اصابة دي بالا خطيرة جدا بعد ان تحدث مع اللاعبين والتاقم الطبي مما اقلق جماهير الارجنتين التي كانت تعاول على دي بالا كي يكون من العناصر الاساسية في خط الهجوم واشارت مصادر اوروبية الى ان ابتعاد دي بالا عن المونديال محتمل جدا بعد تصريحات مورينيو بهذا الخبر نصل لختم النشرة تذكير بما جاء فيها المنتخب الوطني لأقل من عشرين عاما يسافر غدا لمصر لخوض دورة شمال افريقيا المؤهلة لكأس افريقيا اشبال بوغرا يواجهون المنتخب السوري وديا شهر نوفمبر رامي بن سبعيني في التشكيلة المثالية بعد تألقه امام كولين عطال يعاني في اوتار الركبة وبدران يغيب عن الملاعب لمدة ستة اسابيع ويضيع تربص نوفمبر نادي اجاكسيو الفرنسي مهتم بخدمة بليلي ترسي مستقالة عمر رابح من مجلس ادارة شركة النادي الرياضي القاسنطيني وتعيين جوراري خليفة له شريف حجار يشرع في عمله على رأس العارضة الفنية لمورودية البيض بعثة السياربي وسوستارا يعوداني لأرض الوطن وادارة السياربي تستدعي اللاعبين بوشار وكبداد باولو ديبالا يتعرض لاصابة خطيرة قد تبعده عن مونديالي قطر شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعات دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم